السؤال الثاني برضو جهة هنا في هذا البلد من مدينته فيوستن تسأل إسرائيلة تقول مات أبي كان طاعنا في السن وعليه صوم وعليه صوم فلا صام لكبره ولا أدى الفية الواجبة وأن أسعى في براءة ذنبته لا شك يا سيدتي أن للمريض والكبير العاجز عن الصوق رخصة في الفطر لكن قبل أن نقفز إلى التعلل بالرخصة ومباشرتها دعونا نتبر الأمر لأنها ثم تابعت السائلة هل يمكننا أخرج فدية عما افتقد من رمضان من زوجي؟ نقول لها يا سيدتي إن الواجب على من عجز عن الصيام لكبر أن يطعم مكان كل يوم مسكين لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين عباس يقول رضي الله عنهما هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين رواه البخاري هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين ومشايخ بلاد الحرمين يفتون بهذا يقولون العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه كصاحب السرطان مثلا فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيع وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن يجب عليه أن يطعم بدر الصيام عن كل يوم مستين الأصل أن الفيزياء يخرجها هو من ماله أو تخرج عنه من ماله إذا مات ولم يتنفل بها أحد من ذوي القربة أو من غيره صح أنه يطلحها لو تنفل بها أحد أولاده أحد أقربائه الحمد لله هذا من باب البر مقبول وتورى به الزم إن طعام له كفيتان أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه وهذا الذي كان يفعله أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كيفية ثانية أن يقدم لهم طعاماً غير مطبوخ نصف صعق من طعام ترجمة نانسي قنقر